اشتركوا في القناة أخشى على أمي يا عمر بن الخطاب أخشى من وحشية إخواتي أبي الحكم والحارث وكان عياش بن أبي ربيعة مسلماً مهاجراً إلى المدينة ومع شدة إذاء قريش للمسلمين خرج أبو بكر مهاجراً من مكة ليسلم من أباك إلى أين أنت ذاهب يا أبا بكر؟ ارجع معي فأنت من الآن في جواري فعاد أبو بكر مع ابن الدغنة إلى مكة نحمد الله أن وصلنا إلى المدينة سالمين يا عمر يا عياش إن أمك قد نظرت ألا يمس رأسها موشاً وأن لا تستظل بشمس حتى ترات فرق قلب عياش على ما رفضه عمر من رجوع عياش إلى مكة فأعطاه عمر ناقته لسرعتها وقوتها هذا هو هشام بن العاص أمسكوا به فقد خرج مهاجراً اتركوني فليس لي فيكم حاجة تعال معنا لتذوق العذاب والتنكير هيا هيا هذا هو الإسلام يا خالة الإسلام يساوي بين الأبيض والأسود؟ نعم بين من ظلم وتجبر ومن ذاق ويلات التفرقة والعبودية لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى هل تريد أن تترك دين الآباء؟ حسبنا الله أنا أعمال وكيل والله متم نوره ولو كره الكافرون أين عياشكم الأبي ربيعة؟ حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله أكفأ بالله وكيله لن تنفعك هذه الأسود صف لي يا أبا الحكم ما حال أمي؟ يا عياش إن بعيري قد استغلظت فخذني معك على ناقتك هيا يا أبا الحكم اربطه يا حارس وشد وثاقة ما زال الغدر وما زالت الخيالة في دمكم أيها المشركون أتريدون أن تتفضلوا علينا بدين من ابتداعكم أيها السفهاء هيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر يا أهلا مكة يا معشر قريش افعلوا هكذا بصفهائكم مثلما فعلنا بسفيهنا هذا وأقام رسول الله بمكة منتظراً الإذن بالهجرة وكان أبو بكر دائماً يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً فيطمع أبو بكر أن يكون هو لا أدري كيف يأتي إلى الناس من يخرجهم من الظلمات إلى النور ثم يعادونه كل هذا العداء يا عياش ولو شاء لهداهم أجمعين إني أتألم أكثر ليس من دمي وجراحي بل من عداء العبد لربه يا عياش لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فاصبر واحتسب يا عياش ها همازلتم على عينادكم؟ اشتركوا في القناة